سيد هلال العبيدي ضيفنا من باريس الآن إدارة بايدن تقول إنها تريد أن تجعل إيران تعود مرة أخرى إلى الاتفاق النووي طيب وتعتمد في ذلك ربما بشكل أساسي على أوروبا الآن ما يحدث من استهداف صفن إسرائيلية وإيرانية في المياه العربية إلى أي مدى ربما يساعد أوروبا في مسعاها أو ربما يقود مشهوداتها مساء الخير لك والمشاهدين الكرام بالتأكيد هذه الحرب التي سميت اليوم الصحف الفرنسية أسمتها حرب الظل أو الحرب السرية بالتأكيد هذه المناوشات التي تحدث بين صفن وطائرات أحيانا إسرائيلية وإيرانية في أعالي البحار وفي مناطق رمادية يعني مناطق بحار دولية بالتأكيد هذه ستقوض أي جهد أوروبي للعودة إلى الاتفاق النووي ولكن دعني أشير هنا إلى أن إدارة بايدن لم تحسم أمرها بعد يعني ليست هناك فعلا استراتيجية لعودة إيران إلى المفاوضات الدولية أو العودة مع إيران إلى الاتفاق النووي حيث أن إدارة بايدن كما نتابعها أنها غير مهتمة بقضايا جانبية تشكل أيضا مصدر تهديد للمنطقة هناك السلاح الباليستي وتطوير برنامج السلاح الباليستي من قبل إيران هناك تدخلات إيران في دول المنطقة نقل التكنولوجيا إلى جماعات مسلحة كما رأينا جماعة الحوثي وإلى الميليشيات العراقية كل هذا يجعلنا نفكر هل فعلا أن أمريكا جاد في سياسة فصل الملفات يعني فصل هذه الملفات عن الملف النووي الإيراني أم أنها ستأتي مترابطة بحزمة كاملة يدور الحديث أحيانا وبشكل خلف الكواليس بشكل سري حول حزمة كاملة من الملف النووي الإيراني الجديد الذي ستدخل فيه هذه التفاصيل هذه التفاصيل يعرفها السياسيون لكن المسألة هنا أن هل إدارة بايدن في خلال هذه الفترة الوجيزة ثلاثة شهور هل استطاعت أن تكون استراتيجية معينة ونحن نعلم جميعا أن المباحثات النووية قد استمرت لمدة عشر سنوات ففترة هذه الثلاثة الشهور على إدارة بايدن لم تكتمل رؤيتها أو استراتيجيتها لذلك هي وجودها في فيينا لسماع هي تريد أن تسمع الطرف الإيراني وجميعنا يعلم أن الطرف الإيراني يريد رفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات لذلك هناك الكثير من الأسئلة تحتاج إلى إجابات من قبل إدارة بايدن حول رؤيتها لهذا الملف وأيضا هذه المناوشات التي تجري بالفعل هي حرب اقتصادية لأن أكثر الأهداف التي استهدفتها إسرائيل هي تابعة للحرس الثوري الإيراني هذه الأهداف التي تغذي بالمال والسلاح الفصائل المسلحة سواء في اليمن أو في العراق أو في لبنان حزب الله في لبنان أو حتى بعض الفصائل المسلحة في سوريا لذلك هي حرب استخباراتية بين إسرائيل وإيران ولا أعتقد أنها ستتطور إلى أكثر من ذلك حيث أن لا إيران المقبلة على انتخابات خلال شهور في شهر جوان قادم ولا إسرائيل تريد الخوف في هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر